موسيقى السلام عليكم وحبتي طلب الصف السادس درسنا لهذا اليوم سيكون هو يعتبر مكمل لمواضيع الوحدة الثالثة وآخر مواضيع الوحدة الثالثة اللي راح نأخذها بالصفحات 56 57 721 722 56 57 71 72 لتحويل السؤال من مباشر إلى منقول ولعدة أزمنة عدد الزمن الماضي يعني طبعا طريقة الـ هو من تحويل الـ إلى حالة الـ يعني شلون أحول السؤال من مباشر إلى منقول طبعا بعدة أزمنة باستثناء الماضي راح نخليه بحالة واحدة من بعد ما نكمل هذه القاعدة أول بداية عندي قاعدة الـ راح تكون فاعل 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 مفعول به طبعا المفعول به إن وجد إذا موجود أخلي وإذا ما موجود ما راح يعني الحالة راح تكون هي إن وجد المفعول به أخلي وإذا ما موجود المفعول به أنا ما مجبر بأن أجيب مفعول به من عندي زائدا WH أداة الاستفهام أو if أو weather WH أداة الاستفهام أو if أو weather زائدا فاعل زمن ماضي فاعل بالماضي زائد التكملة دعنا نجي نشوف القاعدة اللي صار الشنو والترتيب اللي صار شنو على هذا المثال Can you come? I asked him Report to the questions هنا المطلوب تحويل هذا السؤال إلى Report to the questions خطوات الحل طبعا عبارة Asked نجدها جاهزة بعد علامة الاستفهام نضعها في بداية الحل يعني Can you come? I asked him عبارة I asked him أخليها في بداية الحل I asked him الخطوة الثانية إذا بدأ السؤال بأداة استفهام نضعها بعد عبارة Asked يعني إذا كان السؤال من البداية شوفه هنا منها بعد بأداة استفهام نخليها في بداية الحل وإذا بدأ السؤال بفعل مساعد نضع if أو weather طبعا الوether لا تستخدم أستخدم if أفضل الآن أرجع لبداية السؤال بما أن بداية السؤال فعل مساعد سأخلي if الخطوة الثالثة الفاعل الفاعل بعد wh أو f منين أجيب هذا؟ أشتق من المفعول به طبعا إذا عندنا ضمير U بالسؤال إذا ما عندي ضمير U بالسؤال ما راح أشتق ورح نعرفه بعدين إذا وجدنا ضمير الفاعل وإذا ماكو مفعول به أخذ فاعل السؤال إشلون؟ إذا ما عندي ضمير مفعول به يعني إذا ماكو him إذا I asked طبعا عندنا أمثلة why متنوعة بهذا الموضوع إذا ما عندي ضمير مفعول به أكيد راح أخذ فاعل السؤال فالحالات اللي موجودة him إذا عندي him صر he إذا عندي her صر she إذا عندي them صر they us we me you me will you بالمناسبة him أو أي اسم مذكر مثل علي يصير he her أو أي اسم مؤنث يصير she يعني مو فقط ضمير المفعول به him أو ضمير المفعول به her إذا كان الاسم مذكر he وإذا كان الاسم المؤنث she وعندنا أمثلة أحاول هذا الشي I asked أرجع للمثال I asked him if him أقدر أحاولها إلى he بعد ذلك طبعا عندنا ثلاث حالات لا نشتق من عندها وبعدنا نسؤول بها نحول الفعل المساعد إلى ماضي شنو الفعل المساعد اللي موجود طبعا الفعل المساعد دائما قبل الفاعل إذا is are am was where will can could may might shall should have has can 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 الخطوة الأخرى هو تحويل الفعل المساعد إلى ماضي كذلك أدي ملاحظة تقول إذا كان الفعل المساعد هو دز و دو هنانا ما نحولهن إلى ماضي نحدفهن نحول الفعل الرئيسي إلى ماضي فهذا نرجع كان صارت كود والكم تكمله نأخذ أمثلة بعد حول هذا الشيء ونشوف طريقة الحل الشيون راح تكون نعيد خطوة الحل سوف نعيد خطوة الحل سوف نعيد خطوة الحل نعيد خطوة الحل هل تعرفت؟ أسألهم أسأل المساعدة المساعدة كما يتعلق المساعدة الآن الذي يشوفونه قدامكم هو سؤال بحالة سؤال بحالة الـ سؤال بحالة الـ سؤال بحالة الـ هل تعرفت؟ أول خطوة راح أسويها نأخذ صيغة الـ أو عبارة الـ ونخليها في بداية الحل I asked هم الخطوة الثانية إذا كان السؤال يبدأ بفعل مساعد أخلي if وإذا كان يبدأ بأداة استفهام أخليها هي نفسها إذن هنا أخلي if I asked him if أشتق من ضمير المفعول به أشتق من الهم ضمير فاعل he I asked him if if he بعد هذا الشي أدي الفعل المساعد وهذا أحذفه على اعتبار أن أفعال العمل do وdoes لأن أفعال تحذف وحول الفعل الرئيسي اللي هو هذا إلى ماضي I asked him if he if he new فلستان I asked him if he ما أخلي إعلامة استفهام ما أخلي نقطع نأخذ المثال اللي بعدها are you okay are you okay he asked me خلي عبارة he asked me مثل ما اتفقنا he asked me السؤال ما بده بعدها تستفهام رح أخلي if بعد ما خليت if ش رح أسوي ضمير المفعول به اللي هو المي يصير I الفعل الماضي أو الفعل المساعد يتحول إلى ماضي هنا عندي are لأن عندي you من أصبح الفعل لدي I طبعا I ما تاخد where هنا تاخد was يعني هاي بس بحالة second اللي سبق وانا شرحناها بحالات conditional he asked me if I was التكملة طبعا U يحذف ما أشتغل به أوك أوك full stop رح أخلي عبارة he asked me he asked me بس خلني نخليها باللون الأحمر he asked هنا بما أن السؤال يبدأ بأداة الاستفهام طبعا أخوف طالب ما يعرف أدوات الاستفهام يابع أدوات الاستفهام لو تبدأ بهو يعني لدينا تقريبا 16 أداة استفهام what who where when why whose whom وكذلك الهو ورباحة how 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 far he asked أداة الاستفهام بحرف صغير what المي هنا رح يحول إلى I المي يحول إلى I بعد هذا الفعل المساعد are حسب I I was was اليوم أخذه و doing ينزل نفس ما هو كتكملة يصير الجواب he asked me what I was doing يعني what are you doing ماذا تفعل هو سألني هو سألني ماذا أفعل ماذا كنت أفعل يصير بحالة يعني ما نقول he asked me what أداة الاستفهام I was doing نجح نشوف بقية الأمثلة والخطوات راح أتركها على أمل أن تكتبها وحدة وحدة أو تقدر تتذكرها منين أن القاعدة يعني أول شي تخلي على عبارة اسكد رقم واحد WF رقم اثنين الفاعل ثلاثة الفاعل المساعد إلى الماضي أربعة والتكملة خمسة نحن نشوف بقية الأمثلة نعم الآن لدينا هنا المساعدة 5 where has she been I asked where has she been I asked هنا راح أخلي I asked ما كو مفعول به يعني أنا ما مجبر أجيب مفعول به ما أعرفه المنسال فأخليها بدون كل شيء I asked I asked مفعول به ما عندي الخطوة الثانية تقول إذا بدأ السؤال بأداة استفهام أخليها مثل ما هي where وإذا بدأ بفعل مساعد أخلي F هسا السؤال البادئ بwh بأداة استفهام أخلي where has she been طبعا ما كو مفعول به هي أروح أخذ فاعل السؤال she أخذ فاعل السؤال she has راح أصير hat لأن بالماضي الhas و الhas صير hat والتكملة been full stop أعيدها عبارة asked I asked خليتها الخطوة الثانية الفعل الأداة أو الاستفهام يبدأ بأداة السؤال أخليها I asked where ما عندي مفعول به أشتق منها أخذ she أخليها أيضا هذا راح أصير hat و من ثم تكملة الجملة what will they say what will they say she asked نفس الترتيب راح أخلي عبارة asked what will they say what will they say بما أن السؤال بادئ بأداة استفهام إذن أخليها هي نفسها what ما عندي مفعول به أشتق أخذ فاعل السؤال اللي هو they will تتحول للماضي with و من ثم say تنزل نفس ما هي can you help he asked me can you help he asked me أول شيء بما أن السؤال إذا كان يبدأ بفعل مساعد أخليه مثل ما هو عفو إذا بدأ بأداة استفهام أخليها مثل ما هي و إذا كان يبدأ بفعل مساعد أخلي if من ثم هنا عدي مفعول به أشتق من المي الضمير i can can الفعل المساعد يتحول للماضي could تكملت الجملة held full stop how long have you been flying he asked me how long how long how long have you been flying he asked me عبارة yes he asked me أداة الاستفهام بحرف صغير how long بس مو هو فقط how long أداة الاستفهام تنتهي لحد الفعل المساعد how long المي يتحول للضمير i على اعتبار ضمير المفعول به إلى i how long i have الفعل المساعد يتحول المن للماضي had u يحدث وتكملت الجملة been flying 9 do you still like the job he asked me طبعا هذه اجبتي بالامتحانات الوزارية do you still like the job he asked me من صفحة 57 موجودة بال activity book اللي راح أسوي بداية هو أشتغل بعبارة asking he asked me بعد هذا أروح لبداية السؤال إذا كان يبدأ بأداة الاستفهام أخليها do فعل مساعد راح أخلي f وإذا كان يبدأ بفعل مساعد أخلي f طبعا المي راح تتحول للضمير i اتفقنا أنه do هو من الأفعال المساعدة اللي يحذف لكن أحول الفعل الرئيسي اللي ألقيه بعد الفاعل لكن في هذه الجملة still هنا we have another ضرف فلذلك like هو الفعل still يبقى نفس موقعه شلون التعامل بالظروف التكرار usually always قبل الفعل الرئيسي بعد الفعل المساعد فهنا I still تبقى نفسها like يتحول للماضي I like it I still like it the job I still like it the job عيدة لهذا السؤال he asked me if على اعتبار السؤال ما بده بدا تستفهام بده فعل مساعد if المي تتحول إلى الضمير i still يبقى نفسه ضرف التكرار كظرف يعني like هنا راح يبقى like it ومن ثم the job التكملة السؤال الأخير السؤال الأخير عدي هنا have you ever had a scary experience when flying he asked me أخلي عبارة he asked me مثل ما اتفقنا السؤال بده بدا تستفهام لو بده بفعل مساعد بده بفعل مساعد راح أقول if المي إلى ضمير i have هنا راح يصير had على اعتبار الفعل المساعد يتحول للماضي you ما احتاجه بعد ever had تنزل ومن ثم تكملة الجملة الى الأخير تنزل كما هي نشوف أيضا أمثلة أخرى حول هذا الموضوع في سبيل توصل جميع أساليب الامتحان الوزاري بحول الله نعم لدينا 11 هنا سؤال 11 سؤال 11 How sure do you want your hair the hairdresser asked هنا أنا مثل ما نعرف أنه نخلي عبارة asked the hair dresser asked ما عندي ضمير مفعول به أتوقف أرجع لي بداية السؤال بده بأداة استفهام how short طبعا الأداة الاستفهام تكتب لحد الفعل المساعد يعني هذا الفعل المساعد do تكتب لحد how short the hairdresser how short بما أنه ما عندي مفعول به فبهذه الحالة أروح للسؤال شن الفاعل مالتها you الضمير you الضمير you الضمير you الضمير you بالتحويلات أخدناه يتحول إلى I I do فعل من الأفعال المساعدة اللي تحدث هو do does أحول الفعل الرئيسي إلى ماضي wanted wanted your hair طبعا صفة التملك your هذه الصفة ما تبقى مستحيل تبقى نفسها يعني هذه أما تحول إلى my أو his أو her أو their حسب منه حسب الفاعل هس هنا الفاعل شن هو I شن اللي يشتغل ويا ال I يشتغل my لو عند الفاعل هنا هي كان حولت your إلى his لو عند الفاعل هنا she كان حولت your إلى hair لو عندي they أو جميع أحوله إلى their فهنا بما أنه عندي I رح أحوله إلى my hair أعيد لهذا السؤال أول بداية أخلي عبارة ask it the hair dresser ask it how short أداة الاستفهام خليتها نفس ما هي بعد هذا الشي أقول you إلى I دعوة حذفة صير wanted your hair my hair your hair my hair yes 12 how often do you clean your teeth the dentist asking me أيضا رح أخلي عبارة ask it me اللي هي the dentist the dentist the dentist the dentist asked me yes أرجع لي بداية الاستفهام أو بداية السؤال هنا عندي أداة السؤال في هذه الحالة رح أخليها ينفسها how often how often me تحول إلى الضمير I المي تحول إلى الضمير I بعد هذا الشي do يحذف مثل ما اتفقنا الفعل الرئيسي بعد الفعل clean يحول إلى ماضي clean your teeth بما أنه عندي I هنا رح أصير my teeth لو عندي شي كان صارت hair لو عندي he كان صارت his وإلى آخر هي من حالة خلني جي نشوف question 13 أيضا من الأسئلة اللي إجبتي من المتحان الوزاري why haven't you answer all the questions my English teacher asked me my English my English teacher asked me my English teacher asked me السؤال الخطوة الثانية السؤال يبدو بأداة استفهم why أخليها مثل ما هي المي إلى I ضمير المفعول به me إلى I haven't بالماضي يصير hadn't يعني النفي نفي والإثبات إثبات have إلى had لكن إذا haven't أو hasn't إلى hadn't اليوم ما أحتاجه بعد answered answered أنزل نفس ما هو all وتكملة السؤال أو السؤال will you be free to play in the march on Saturday the football couch asked me راح أنزل عبارة asked me the football couch asked asked me if هنا راح أستخدم طلاب لأن عندي will will بعد هذا المي إلى الضمير I will إلى ماضي with وثم تكملة الحل be free إلى نهاية الحل نجي نشوف السؤال 17 will you be able will you be able to come to my party I asked ليلة أنا سألت ليلة I asked ليلة عبارة asked أنزلها مثل ما هي will you be able to come to my party I asked ليلة ومثل ما اتفقنا هنا تنزل نفس ما هي السؤال بدأ بفعل مساعد إذن أقول if ليلة تحول إلى ضمير فاعل she يعني قلنا احنا إذا اسم مؤنث إلى شي وإذا مذكر إلى هي will إلى ماضي فعل مساعد with اليوم ما أحتاجه be able ومثل والتكملة إلى نهاية الحالة to my party yes question 19 على اعتبار هذا من الأسئلة الصعبة can you tell me more about your background لطيفة asked zoha راح أكتب عبارة لطيفة asked zoha أو zoha بدأ السؤال بفعل مساعد أخلي if لطيفة asked zoha if zoha إلى she على اعتبار هذا ضمير فاعل من zoha إلى she can راح أصير could إلى could tell مثل ما موجود me هنا هنا طبعا لو ترجع للسؤال can you tell me more about your background لطيفة ask zoha يعني من اللي تقول me هاي لطيفة ممكن تخبريني يعني لطيفة تسأل zoha sorry ممكن تخبريني حول about your background هنا المي تعود للطيفة فتحويل ضمير المفعول به راح يكون على أساس لطيفة فضمير مفعول به هنا راح يتحول إلى her لو I لو مكان لطيفة I بقتمي نفسها لو بمكان لطيفة he أصبح him فضمير المفعول به يعود للمؤنث hair لطيفة about more about your background راح أصير hair background يعني شوف هنا كلها صارت كلها صارت على أساس الفاعل والمفعول اللي موجود ب asking فالhair هنا تعود المن لي زهى والمي اللي حولناها hair تعود إلى لطيفة عيد السؤال Can you tell me more about your background لطيفة أسك الزهى الجواب لطيفة أسك الزهى if she could tell her شوف لو هي تستطيع أن تخبرها أصبح هنا tell her tell her more about more about her background يعني حول خبرتها أو حول تجربتها background الخبرة أو الخلفية العلمية السابقة يعني كتجربة أو خبرة فهنا أصبحت جواب مثل ما موجود قدامكم الإشكال عندكم دائما الطلبة يعني إشكال صارعتهم بالضمير hair بالضمير hair الشون إجا المي شون تحولت إلى hair حسب لطيفة والyour احنا اتفقنا بما أنه عندي شي فهنا اليور رح أصير hair السؤال العشرين what kind of buildings what kind of buildings are you famous for she asked زهى الجواب طبعا she asked زهى اتفقنا أنه أداة الاستفهام تنتهي لحد الفعل المساعد فالفعل المساعد في هذه الحالة what kind of buildings هذه كلها تنزل what kind of buildings هاي كلها ننزلها انتهت بعد هذا الشي زهى تتحول إلى ضمير فاعل she she her 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 she her 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 I asked him بعد هذا الشي السؤال بيش بيدي بيدي فعل مساعد راح اقول if ما راح اشتق من ضمير المفعول به ضمير فاعل بما انه السؤال ما بي you اخذ ضمير اخذ فاعل السؤال اذا ما عندي you بالسؤال اخذ فاعل السؤال او اذا تريد تحفظها من حالة ثانية اذا كان فاعل السؤال الغير عاقل استخدمه هو نفسه I asked him if the car ال is راح اصير was وثم white I asked him if the car was white اعيدها للملاحظة في حالة عدم وجود ضمير you بالسؤال طبعا راح ناخذ فاعل السؤال نفسه بالاخص اذا كان فاعل السؤال غير عاقل نجي ناخذ السؤال الثاني the red jacket the red jacket okay for you is the red jacket okay for you هنا عندي فاعل السؤال the red jacket the sales person asked me me اكتب the sales person asked me the sales person asked me بعد هذا اروح للسؤال مثل ما اتفقنا اذا كان يبدو في المساعد اخلي if هو يبدو في المساعد if the red jacket انزلها نفسها the red jacket نزلتها نفسها is بالماضي is بالماضي was for you for me for you for me وهكذا يعني call you بهادي الحالة your design حسب زوها صير hair لان زوها مؤنث فصير hair design hair designs الها بصير هات وثم وون any prices والتكملة can i borrow some money she asked me هنا انا طلاب can i borrow some money she asked me راح نزلها نفس ما هي she asked me ها طبعا السؤال موجود بصفحة 78 نقطر اقوم واحد واجبت بالامتحانات الوزارية she asked me السؤال ما بده بأداة استفهام اذا نقول if هنا ما عندي الضمير u عندي الضمير i اكون ملاحظة كاتب لكم يا هنانا اذا كان فاعل السؤال الضمير i نستخدم فاعل asked بعد w و h و f يعني من يكون عندي هنانا i استخدم هذا الفاعل هذا الفاعل اللي راح استخدمه وين بالحل على اعتباره انه هو هو اللي يريد يستعير فراح اقول شي cancer code borrow وتكملت الجملة شوف اعيدها لهذا المثال اذا لقيت الضمير الضمير i ما لقيت u لقيت الضمير i بالسؤال بهذه الحالة راح شنو ما راح اشتق اخذ فاعل asked اللي هو هذا فمن نزلت she asked me if ارجع للشي نفسها اخذها ارجع لو هنا هي اخذ هي لو هنا علي اقول هي لو هنا منا اقول شي لو جمع اقول they فنفسها فاعل asked في حالة وجود i وين في حالة وجود i بالسؤال نشوف السؤال 27 will i open will i open the window he asked me he asked me اذا تلاحظ هذا السؤال ايضا من الحالات اللي شنو ايضا بحالات عدم الاشتقاق ليش على اعتبار انو الضمير هو i yes will i open the window he asked me انزل انزل مثل ما اتفقنا انزل عبارة he asked me if ما اشتق من المي i بما انو عندي i راح استخدم الضمير he بالحل if he will اصير would open نفسها تنزل the window السؤال 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 29 السؤال 29 can iraki women always be as successful as men in their career يعني هنا هنا she asked she asked zohar طبعا ايضا ما عند الضمير يوب الاسئلة فعلى هذا الاساس اللي راح اسوي شنو اللي راح اسوي انو انزل عبارة انزل عبارة asked she asked zohar بس طلاب ما راح استخدم طبعا هنا if الاعتبار بعد الفعل مساعد ما راح استخدم zohar الفاعل هنا ما موجود u فاخذ فاعل السؤال القاعدة تقول اذا ما عند u بالسؤال استخدم فاعل السؤال هو نفسه باستثناء هذه الحالة مالة i اذا لقيت بالسؤال i استخدم فاعل ask it فهنا ما كو فارجع اذا iraki iraki women cancer could always ينزل نفسها هذا الظرف على اعتبارة ضرف تكرار b ثم تكملت الجملة مثل ما هي شوف هذا السؤال 28 ايضا خلينا نجي نشوف الحالة شون صير is is علي french i asked her i i asked her if علي is sir was ثم french هذه حالة ال reported questions بعدة أزمنة باستثناء الزمن الماضي هسا رح نجي نشوف الزمن الماضي reported questions in the past هسا ادي سؤال المنقول بالزمن الماضي اشلون اعرف انه هذا السؤال هو المنقول بالزمن الماضي من وجود المساعدة did was where يعني نحدد هذه الحالة من وجود did was where القاعدة مالتين نفس الخطوات راح تكون عبارة asked ما اتفقنا عليها wh و if نفس ما اتفقنا عليها الفاعل نفس ما اتفقنا عليها اذا q تشتق و اذا ما q تاخذ فاعل السؤال الاختلاف فقط هنا هذا هو تصريف ذلك يعني بالماضي بالماضي السؤال اذا كان بالماضي يصير ماضي تام اذا مضارع يصير ماضي اذا ماضي ماضي تام هاد وتصريف ثالث مثل ما اخذناه سابقا بالربورتد والريقريت بلاس كامبليمنت نتبع نفس الخطوات السابقة الفرق بس بالتحويلات اذا عندي was و where راح يصير هاد بين قبل يعني was و where احولها الى هاد بين على اعتبار الهاد هو الماضي التام وال was و ال where يتحولها للتصريف اللي هو البين did هذا الفعل احذفه did احذفه اسبقه احذفه و حول الفعل الرئيسي الى تصريف مسبوق بهذا يعني ايضا يصير ماضي تام خلني ايجي نشوف الخطوات اللي ناخدها الهسة where did you lose your bears i asked her عبارة i asked her نفس ما اتفقنا عليها i asked her السؤال يبدو بأداة استفهام راح اخليها نفس ما هي where بما انه عندي الضمير you اشتق ال hair so she did يحذف واستخدم هاد بالماضي التام و lose هذا الفعل الرئيسي الى ماضي تام الى تصريف ثالث lost يعني زمن ماضي تام your bears اليور اتفقنا انه هذا الضمير او هاي صفة التملك ابد ما تبقى نفسها لازم تحول حسب الفاعل اللي بعد f و w اذا كان عندي i my و اذا كان عندي شي مثل ما تشوف قدامك اذا هذي hair لو هي his والبيرس تنزل نفس ما هي فهنا نفس عيدة للسؤال عبارة asking مثل ما اتفقنا ذات الاستفهام where من ال hair اشتق شي ماضي اذا نصر ماضي تام had والفعل الرئيسي الى تصريف lost واليور الى hair question 2 how did you feel on your first follow flight he asked me انزل عبارة he asked me طبعا انذني اسئلة الكتاب كلهن he asked me اداة الاستفهام بحرف صغير how لان عندي اداة استفهام المي يحول الى ضمير فاعل i did يحذف اخل بمكانه had والفعل التصريف الفعل الفيض اللي بعد الفاعل يتحول للتصريف الثالث felt ومن ثم تكملت الجملة on طبعا بما انه عندي i فاليور هنا لما تتحول حسب الفاعل الى my مثل ما قلنا ومن ثم first وتكملت الجملة كما هي ما عندي بعد تحويلات السؤال الثالث نجي هنا نشوفه was she absent i asked انزل عبارة i asked ما عندي مفعول به قبل لا اخذ المفعول به راح اقول if لان بادة فعل مساعد ما عندي مفعول به اخذ فعل السؤال اللي هو she was الى had been بالمباشر ومن ثم تكملت الجملة absent على هذا الاساس اشتغل بها for how long how long was the training he asked me راح انزل راح انزل عبارة he asked me he asked me he asked me how long على اعتبارها اداة الاستفام how long انزل هنا في اسمها هي هنا ما كو بعد تحويل يعني المي ما صر ليش كده اكتشفتها شلون صارت he asked me how long بسبب وجود شنو ما كيوب السؤال فاخذ فعل السؤال هو نفسه the training التدريب معناها the training was الى هاد بين وانتهت الجملة اتمنى وفقنا بشرح هذا الموضوع اي سؤال اي استفسار حول هذا الشي ان شاء الله نتواصل عبر التعليقات نتمنى لكم كل الموافقية احبتي ونلتقي على بركة الله ان شاء الله في دروس قادمة بي امان الله